اشتركوا في القناة 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 بزبط مع ان الفاكهة فيها برضو فراكتوزة اللي هو سكر الفاكهة يعني يا دكتورة سندر لازم الاب والام واخوات الطفل ده يعودوا ياكلوا طبق صلطة محترم وياكلوا فاكهة المسموح بيها يعني نص اكلنا يبقى الحاجات دي لا نعتبرش على العيش والرز والحلويات لان كده خلاص عمري ما فيه نظام سكر هيزبط احنا محتاجين على اقل خمس مرات فاكهة واخدار في اليوم على اقل خمسة علشان يبقى الجسم يحصل على كل الفيتامينات والمعيدن اللي هو محتاجة تمام فاحنا كده منتكلمنا على النشويات اوكي طيب هنتكلم بعد كده على البروتينات والدهون البروتينات والدهون مش بتلعب في سكر الدم جامد وفي نص الوقت بتدي شبع ولكن البروتينات اللي احنا لما نيجي يعني اللي احنا محتاجينها لازم تبقى نباتي زي ما هو حيواني احنا دائما اول ما نقولنا يعني بروتين بروتين يجي في دماغنا الحيواني الفراخ واللحمة على طول لا الفراخ واللحمة مش محتاجينها اكتر من مرتين في الاسبوع الباقي باقي نباتي نباتي عدس فاصوليا لبيا مضبوط فول فول ممكن حتى اللي هو المشروم ممكن البروكلي فيه بروتينات المشروم هايل في البروتين بالزبط فزي ما قلنا يعني ان هو لازم الطفل يحصل على كل الحاجات دي ولكن بشكل مختلف ومنظم اكتر انا اعرف ان اطفال دي طبعا بتقمشي اساسا على انسولين فبينصح بوجبات مش كبيرة بزرط ومتعددة يعني لازم بين الوجبة والوجبة تصبيرة التصبيرة ادينا اقتراحات كده للتصبيرة ان دي بتحير الناس شوية ادي له ايه تصبيرة احنا النهاردة معانا وصفة شربة العدس جميلة دي في الشتة دي مطلوبة لينا كلنا بالزبط العدس زي ما اتفقنا هو في نشويات في نسبة نشويات بروتين نباتي بالزبط وفي ناس الوقت شربة العدس بندخل فيها بقى طماطم وجزر وحاجات مفيدة الناس كلها عارفة طبعا شربة العدس تعمل ازاي بس برضو نرجعها بالزبط عدسة اصفر طماطم طماطم طم بصل جزر ملح وفلفل مزبط كل دول بيتحطوا وتتسلق وتنضرب لان انا شخصيا بشوفها ويبتتعمل في البيت بزبط وفي الآخر بيتحط لها شوية البهارات والحاجات دي طبعا مش محتاجة دهون خالص ما فيهاش دهون خالص مش محتاجة خالص ولا حط لها شربة ولا مكعب شربة ولا الكلام ده خالص هي طعمها منها فيها يعني مزبط طيب دكتور دلواتي انا شافك حتى معها عيش بني اه طب دلواتي احنا ايه اللي مفروض يبقى عندنا في التلاجة او ايه الاكل اللي مفروض يبقى موجود في البيت لو حدا عمده سكر طيب هنمسك واجبة واجبة في الاول لو احنا هنتكلم على الفطار مثلا الفطار عندنا ممكن ناخد بيد معا الخضروات ومعا طوست بني مثلا فول ممكن فول ممكن ناخد عدس الصبح عدس مسلوق كده معمول بنقطتين زيت كده ملح وبهراتي بقى هايل بالضبط المش عايزين كل ده ممكن ناخد شوفان مع اللبن فطار حلوة هم معانا هوتنق اه ده حضرتك بقى عملتي وخبزتي كمان بالضبط اتنين بيضة طماطم جرجير فلفل اخضر توست بني دي شبه اله اسبانيش أملت الأملت الأسباني بس معمول ككب كده زي الكب كيك ومعمول في الفورن منها خطل بروتين وخطل كل الخضار بطهي لازم ندوقه بعد الحلقة دوت علشان نشوف حكايته ممكن كمان ناخد ايه على الصبح؟ ممكن ناخد شفان الشفان من الحاجات اللي هي فيها ألياف عالية جدا فيها كروتين عالي جدا بيزبط جدا سكر الدم بيفضل بيخليه ستيبل لفترة معينة طويلة جدا بقيت اليوم بيدي شبع فهو هيا لمريض السكر الشفان طيب نخش في الغداء بس عشان الوقت بالزبط طيب دلوقتي احنا هنوصل للغداء زي اي بيت تقليدي بيازم يبقى فيه رز وخضار ولحمة او فراش او مكارونا او مكارونا او خضار بالزبط الروز خلينا دايما في البني ايوه معلقتين في طبق الطبق بيبقى لازم متكامل فيه كوب سلطة على اقل لازم كوب بيت سلطة ايوه زي ما اتفقنا البروتين بتاعنا ممكن يبقى بروكلي او ممكن يبقى مشروم او كلا مش لازم دهون يعني احنا ممكن لو حطينا الخضار مع الفراخ في الفرن خلاص ده كده طبقة عمل وما خدش خالص اي دهون وفيه على فكرة البروتينات دية فيها نسبة دهون هتطلع لي في الاكل ده اكيد يعني الفراخ فيها دهون بدليل انها بنشوفها في شربتها طبعا اللحمة جوه اليفها في دهون طبعا فمش لازم انا اضيف كمان دهون من عندي بالزبط اه ودائما التوابل بتعود نقص الدهون في الاكل بكرة صندرة هنفكر الناس ان مشكلة السكر في الكبار والصغيرين على مدى العمر هو تأثيره على الشريين فانا كمان ما ضيفش لهذا التأثير اثر الدهون السيئ على الشريين طبعا فهي بتدي أساسا بسبب السكر واللي بيعمله ما حط لهاش انا كمان كوليسترول وحاجات دهون ضارة مشبعة تقوم تزود للدهون في الشريين تقوم تسرع بالمضاعفات هي التحدي ايه التحدي ان انا ابطأ مجي المضاعفات كل ما اخرتها كل ما عاش المريض كويس وسليم فترة طويلة مزبوط وده دور التغذير طبعا انا شايف جايبة صنف حلو وشكله كده معمول صحي برضو بعد الغداء طيب دكتور دلوقتي احنا لو هنتكلم عن الحاجات المضرة للمرضى السكر دايما هنروح طبعا على طول للسكر للشوكولاتات وزي ما قلنا النشويات هو ونفسي اكل حاجة حلوة برضو الكيك والحاجات الحلوة وكل ده بيرفع السكر بالزبط فإز دي انا اقدر اعوض الطفل عن الحاجات اللي هو ممكن يبقى محروم منها مثلا ده زي ده مثلا طبق ده تحلية عندنا السفين ده ينفع فطار وينفع حلو وينفع حلو ثلاث معالق شفين كبار كباية لبن طبعا قليل الدسم او منزوع الدسم طبعا يفضل ولا قليل الدسم بس لان انا اسمع برضو الاطفال بيحتاجوا بعض الدسم عشان نموهم وعصبهم ومحتاجين زي انرجي او كده طبعا لا عشان نمو جهاز العصبي برضو على ما اعتقد انا دكتور اطفال وفاكر الحتة دي يعني فكباية لبن اقول هاف كريم اللي هو نص دسم ثلاثة صمرة فراولة معلقة زبيب رشة ارف ده صمف حلو جدا ده يعني الطف من شوكولتايا الطف من حلويات شرقية يعني احسن وما يرفعش السكر خالص عايزة تقولي ايه كمان في لو حد عنده حساسية من غير الفراولة ممكن ياخد اي فاكه تانية ممكن ياخد موز ممكن ياخد مانجا ممكن ياخد اي حاجة تانية طيب انا دلوقتي ده غير صنف تاني ممكن ااخد بطاطا البطاطا من الحاجات اللي برضو اللي مترفعش السكر خالص بالعكس وطعامها جميل وممكن تحط عليها ارفة للك مع السلة بطاطا طمار خطير يعني الناس كلها بتحبها فده ممكن يبقى برضو تحلية لصيفة نعملها بريك كده مع الارفة انت عارفة يا اما عملت رجيم فجأت ان البطاطا مسموح بيا كنت فاكرة زي البطاطس لأ قالوا لأ البطاطا ممكن اه ممكن جدا طيب قبل بقى نوقتنا يخلص بسرعة نقول ايه الحاجات الضارة اللي لازم الطفل مريض السكر يبعد عنها والافضل بقى نبعد عن البيت كله تمام طبعا هنتكلم على السكر السكر كسكر لوحده كشوكولاتات فيه حاجات بيبقى فيها سكر وإحنا مش داريانين يعني حتى لو هنتكلم على الشتوفين فيه انرجي بورس دلوقتي موجودة في السوق وكده بيبقى فيها سكريات وإحنا مش داريانين بيقى فيها نسبة عاصل كبيرة الحاجات دي كلها ترفع سكر بتاع الدم مرة واحدة فطبعا لازم نخلي بالنا كويس الحاجات اللي احنا بنشتريها جواها ايه المكونات بتاعي ده طيب الحاجات التانية النشويات البيضاء دي مهمة جدا من الحاجات اللي بترفع جدا سكر الدم وبتعمل بقى يعني دوخة المفروض ما نتعاملش معها خالص طبعا السوداء كمان المشروبات الغازية المشروبات الغازية والحاجات دي طبعا مفروض نبتع دعها طيب قبل ما نخلص برضو الناس بتسأل على يحلوا الأكل بايه لأنه فيه حاجات لازم حط فيها حاجة تحلي فانا قلت ممنوع السكر وبرضو فيه كلام كتير على بدائل السكر هل العسل انا عرف برضو العسل هاي جليسيميك اندكس يعني برضو بيرفع هل العسل يستخدم بس بكمية قليلة هل استخدم ايه للتحلية في رأيك طيب لو هنتكلم على السكر الكبار بياخدوا ممكن ساكرين بياخدوا حاجات تانية سوكرالوز بياخدوا اللي هي البوادل اللي هي المصنع السكر المصنع بكميات محددة طبعا قليلة جدا لكن الاطفال ما ينفعشوا الكلام ده طبعا دايما بنستهد الحاجات السكريات دي بالفاكهة او الفواكه المجففة الفواكه المجففة بتقوم سكرة جدا مع ان سكرها مش عالي سكر فواكه هو سكر فواكه صحيا افضل بالظبط كاننا جبنا ماء بسكر حاطناها على نارة بخارية فالسكر بيزيد مع انه هي نسبة السكر فبتدي الاحساس اللي هو بالحاجة المسكرة اللي هما نبصون فيها وفي ناس الوقت هي مش بتأزيهم بالعبس لكن مش مسموح ببدائل السكر اه للاطفال لا للاطفال طبعا بيفضل كل ما هو طبيعي وفيه سكر فواكه على فكرة بيتباع للتحلية ممكن اه فركتوز شكرا على وجودك يا دكتور النهاردة معانا ومجهودك معانا واتمنى كل أسر الاطفال مرضى السكر يكونوا شافونا وسمعونا النهاردة واستفادوا من حلقة ولو كانت فاتتكو اي حاجة من حلقة تقدروا تشوفوها كالمعتاد على قناة اليوتيوب ولو خطر في بالكم اي سؤال رجاءا ما تترددوش تبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك كل اسئلتكو وكمان الموضوعات اللي انتو حابين اننا نتكلم فيها في برنامجنا وبرنامجكم الحكيم في بيتك لحد كده خلصت حلقتنا النهاردة اشوفكم في حلقة جديدة اوعدكم انها تكون قوية ومفيدة ولحد ما شوفكم تاني ديكم مني ارق التحيات واشوفكم دايما بافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة